موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعض فقد تكلمنا في كلمة سابقة عن عقوق الوالدين لأبنائهم واستكمالا لهذه الفكرة لا بد أن نتكلم عما يقابل هذا العقوق وهو عقوق الأبناء لآبائهم ولو تأملنا كتاب الله تعالى لوجدنا أنه سبحانه وتعالى جعل عبادته ورضاه عن عبده ببر الوالدين ورضاهم في آيات كثيرة منها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فإبكاء الوالدين وإدخال الحزن في قلوبهم سواء بالقول أو الفعل بنهرهما أو زجرهما أو حتى برفع الصوت والإغلاظ عليهما بالقول أو التسبب في ذلك فهو من العقوق المؤدي إلى النار قال تعالى ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فكل ما يؤدي إلى جرح مشاعرهما محرم شرعا بل إن السنة النبوية جعلت عدم دخول الجنة ببر الوالدين هلاك فوق هلاك وعذاب فوق العذاب لذلك أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعاء سيدنا جبريل عليه السلام عندما قال من أدرك أبويه أو أحدهما فمات فدخل النار فأبعده الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين ولا أطيل في الكلام عن هذه الجزئية لكن أريد أن أسلط الضوء على أسباب العقوق وهي كثيرة لكن سأذكر أهمها عسى أن يتدارك الآباء هذه الأسباب ويعالجوها ومنها أولا عقوق الوالد لوالديه إذا عق الوالد والديه فليكن مستعدا لعقوق أبنائه له لأن الأولاد يقتدون بآبائهم في العقوق ولأن الجزاء من جنس العمل ثانيا الجهل بالقرآن الكريم وسنة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه فالجهل داء قاتل والجاهل عدو نفسه فإذا جهل المرء عواقب العقوق العاجلة والآجلة وجهل ثمرات البر قاده ذلك إلى عقوق والديه ثالثا سوء التربية فالوالد وهنا أقصد الأب والأم إذا لم يربي أولاده على التقوى والبر وصلة الرحم والأخلاق الحسنة واستبدل هذه الأخلاق بحب الدنيا وجمع المال بشتى الوسائل فإن ذلك سيقود الأبناء إلى التمرد والعقوق أربع الصحبة السيئة للأولاد فهي من أخطر المفاسد وهي من أسباب تجرؤهم على عقوق آبائهم كما أنها ترهق الوالدين وتضعف أثرهم في تربية أولادهم خامسا التفرقة بين الأولاد أيضا هذه تورث لدى الأولاد الشحناء والبغضاء فتسود بينهم روح الكراهية ويقودهم ذلك إلى بغض الوالدين وقطيعتهما ويمكن علاج ذلك كله بأن يغرس الأب والأم في أولادهم تقوى الله وطاعته وتدبر كتابه العزيز ولعل من أروع ما قصه القرآن علينا في بر الوالدين قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام حيث ضربا أروع أمثلة البر في تاريخ البشرية جمعا عندما قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فماذا كان رد ذلك الولد الصالح هل تباطئ هل تكاسل هل تردد هل تثاقل لا أبدا بل قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وتدبر هذه الكلمات وتدبر قوله إن شاء الله دليل على أنه بلغ قمة الطاعة فجاء بالمشيئة خشية أن لا يكون من الصابرين فلا يتحقق البر ولا تتحقق الطاعة المطلوبة لأن الله نبه رسوله الكريم فقال تعالى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أما آثار عقوق الوالدين فهي دنيوية وأخروية ومن أهمها أنك أيها الإبن العاق لن ترتاح في حياتك وستعاني سكرات الموت والشدة في النزع ومصيرك كما وعد الله هو النار وستجد الكراهية من أهلك وجيرانك بل ويخشى عليك من سوء الخاتمة قال صلى الله عليه وسلم كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل الله لصاحبها في الدنيا قبل الموت وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث فالبر أيها الأحبة دليل على صدق الإيمان وكرم نفسي وحسن الوفاء وهو من محاسن الشريعة الإسلامية فهو اعتراف بالجميل وحفظ للفضل وهو خلق الأنبياء ودأب الصالحين وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى قال جل في علاه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى وحسن الختام ونسألك اللهم أن تجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا اللهم تقبل صلاتنا واستجب دعاءنا وتقبل اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر